أهلا بكم من جديد اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب في ظروف استثنائية جديدة بسبب كورونا كارتداء أقنعات الوجه القفازات وأيضا ضرورة التباعد الجسدي فلا مقرات انتخابية تزيد تجمعاتها بالطبيعة الحال عن عشرين شخصا قرر مجلس مفاوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم موعدا لإجراء الانتخابات النيابية اليوم سنتعرف على شروط الترشح وأيضا التصويت أهمية إعطاء أصواتنا لمن يستحقها وأيضا سيجيبنا عن كثير من الأسئلة في هذا الإطار المحامي مروان المعايتة أهلا وسهلا بك صباح الخير أستاذ مروان صباح الخير أسعد الله صباحك وصباح السادة المشاهدين جميعا أهلا وسهلا بك يمكن هذا موضوع كبير جدا أستاذ مروان موضوع قانون الانتخاب وأيضا قانون الانتخاب في ظل كورونا خلينا نبدأ مع فكرة القانون وما الذي اختلف في هذه الأجواء عن المراحل التي سبقت حقيقة لأول مرة بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية نشهد قانون انتخاب يجرى وفق انتخابات تجرى وفق نفس ذات القانون لمرتين متتاليتين بمعنى أن انتخابات عام 2016 وانتخابات عام 2020 تجرى وفق نفس القانون وهذه للمرة الأولى في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية هذا الأمر أدى إلى أن التعريف بالقانون أصبح أفضل من المرة السابقة لأن هناك تجربة ميدانية وتفاعل مباشر بين المواطنين الناخبين والمرشحين والنواب أيضا مع هذا القانون وتم تجربته على أرض الواقع القانون كما تعلمين ويعلمين بالجميع أن النظام الحكم في الأردن نظام نيابي ملكي بمعنى أن الانتخابات هي جزء من التكوين السياسي القانوني في الأردن وبالتالي يجب أن يكون هناك انتخابات دورية ذات ضمانات وفق المعايير العالمية نعم عندما نتحدث عن العملية الانتخابية هي موضوع مهم جدا للمجتمع الأردني وبتعرف له طقوس معينة وأيضا فئات المجتمع مختلفة يتفاعل معه بطريقة يعني كل حسب فكرة عن الموضوع لكن فئة الشباب تحديدا قبل أن ننتقل لتفاصيل القانون يعني برأيك ما هو العنصر الجاذب من الممكن أن يكون للشباب وما الذي لا يعلمه عن قانون الانتخاب ويجب أن يعرفوه كحق من حقوقهم نعم القانون الانتخاب أو الانتخاب بحد ذاته اختلف الفقهاء في القانون بهل هو حق أم هو واجب وهناك عدد من الأنظمة القانونية اعتبرت أن الانتخاب بحد ذاته هو واجب على كل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية وبالتالي من يمتنع عن الأداء هذا الواجب تكون هناك عقوبات عليه كون الانتخاب يفرز مجلس نيابي مسؤول ويمثل الأمة بكاملها ماذا يجذب الشباب للانتخاب يجذبهم البرامج الانتخابية يجذبهم العملية الانتخابية حجم القوائم نوعية القوائم نوعية المرشحين يجب أن يعرف الشاب وكل مواطن وكل ناخد أن المجلس الذي يفرزه لأربع سنوات قادمة هو المجلس المسؤول عن وضعه وحياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية مجلس النواب كسلطة تشريعية كأحد أعضاء الغرفة التشريعية بإضافة لمجلس الأعيان يقع على عاتقه التشريع والرقابة وهي من أهم الواجبات الموجودة في النظام السياسي الأدني للسلطات بشكل عام كل القوانين التي نتحدث عنها سواء كنا نقبلها أو لا نقبلها نختلف معها أو نتفق معها من أقر هذه القوانين هم النواب الذين أفرزناهم في السابق وبالتالي هذا هو الواجب الذي يقع على عاتق الشباب بالذهاب إلى صندوق يوم الانتخاب ومن الجدير بالذكر نعم تفضل تفضل يعني الكثير من الشباب أستاذ مروان التوسيع قاعدة الانتخاب توسيع قاعدة الانتخاب بأن المشرع استخدم مصطلحين في سن المرشح وسن الناخب بمعنى الناخب هو من يدلي بصوته فقال النص القانون على أن من بلغ سن 18 قبل 90 يوم يله حق الانتخاب بمعنى كلمة بلغة تختلف بالقانون من أتم بينما المرشح من أتم 30 عاما له الترشح من الأسماء الموجودة في جدول الناخبين وبالتالي تم توسيع القاعدة العامة لسجل الناخبين فكل من بلغ 17 سنة زائد يوم هو بلغ سن الثمنتعش يعني دخل في عام الثمنتعش ومثل ما تفضلت بالمقدمة مجلس مفوضي الهيئة حدد يوم العاشر من الشهر نوفمبر القادم كموعد اقتراع عام للانتخابات في المملكة كل من بلغ هذا العمر قبل 90 يوم يعني تقريبا بعشر ثمانية كل من بلغ له حق الانتخاب وبالتالي المشرع كان حريص على توسيع قاعدة الشباب الفئة العمرية الشابة لحصولهم على سن أو حق الانتخاب نعم يعني أستاذ مروان هلأ خلينا نفت على العملية الانتخابية في ظل كورونا أولا كيف من الممكن أن أعرف أن هذا الشخص الذي سيفرزه قانون الانتخاب أو حتى يعني البرنامج الانتخابي هو الشخص المناسب خاصة أنه أنا لا أستطيع يعني أن أطلع على هذا الشخص أن أكون موجودة ليت هناك أي يعني يمكن كما يقال مهرجانات انتخابية كما هو متعارف عليها من قبل فكيف ممكن أن أكون جازمة أنه هذا الشخص الذي سيكون هو شخص المناسب لأن يكون في المجلس للحديث بأمانة في هذا الموضوع ونشخص الواقع ونلمس الجراح الآن المحافظات التي تشهد بعدا عشائريا هي المحافظات التي تشهد زخم في الانتخابات بينما المحافظات والمدن التي تكون فيها المواطنين من فئات أو من جهات مختلطة نشهد الإقبال وحديث قليل في الانتخابات كما تحدثت وجائحة كورونا فرضت نفسها على واقع الانتخابي وواقع المقار الانتخابية الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية نظمت في القانون ومنحت امتيازات كثيرة من ضمنها عدم وجود أي رسوم عليها من الأمانة أو للبلديات الآن آليات الدعاية الانتخابية أصبحت مختلفة وعلى المرشحين مواكبة التطور الذي حصل في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما منشهد تعليم عن بعد أيضا قد نشهد حملات انتخابية عن بعد وتأتي أكلها ويصل صوت المرشح للناخبين حتى يقنعهم في نفسه إضافة إلى جهده ضمن القائم الانتخابية التي يترشح من خلالها وفق أحكام القانون نعم يعني يمكن الكثير من الشباب أستاذ مروان الذين لا يعرفون الكثير عن قانون الانتخاب أو حتى لم يقوموا بممارسة هذا الحق أو حتى الواجب كما تفضلت يعني موضوع القوائم والأشخاص المستقلين يعني فكرة أنه ممكن أنا في كل الأردن يكون هناك بعض الأشخاص الذين أحترم أسلوبهم وتفكيرهم ويعني فعلا أثق بوجودهم هل أستطيع أن أنتخب أي شخص أراه مناسبا ولا هناك شروط تحكمني في اختياري للأشخاص نعم القانون وضع نظام القائمة النسبية بمعنى من يرغب بالترشح للانتخابات يجب أن يكون لا يمكن له أن يترشح بشكل مستقل يجب أن يترشح ضمن قائمة في المنطقة الانتخابية المترشح فيها وتم وضع بالقانون عدد من الشروط لهذه القائمة بحيث أن لا تقل عدد المترشحين فيها عن ثلاث أشخاص ولا يزيدون عن العدد المخصص لمقاعد هذه الدائرة مثال عملي مثلا في محافظة أو دائرة الكرك الانتخابية عدد المقاعد المخصص لهذه الدائرة عشر مقاعد إضافة إلى كوتا نسائية بصفه 11 مقعد القائمة الانتخابية في محافظة الكرك يجب أن لا تقل عن ثلاث أشخاص ولا تزيد عن 11 شخصا ومن ضمنهم الكوتا النسائية آلية التصويت في داخل المقر الاقتراع يدخل المرش الناخب ويجد أمامه ورقة وضع عليها عدد من القوائم الانتخابية القائمة ألف وبا وجيم ودال مثلا الآن هو يختار القائمة بوضع إشارة صح على القائمة التي يختارها ولا يجوز أن يختار أكثر من قائمة بمعنى إذا كان شخص يثق به نازل مرشح في القائمة رقم واحد وشخص آخر يثق به مرشح في القائمة رقم اثنين لا يحق له انتخاب أو المزاوج بين القائمتين فقط يختار الأفضل والأصلح فيهم بعد أن يختار القائمة يدخل على الأسماء المكونة منها هذه القائمة سواء كانوا ثلاثة أو 11 مثل ما حكينا وله الحق بانتخاب عدد كامل منهم أو جزء منهم يعني بعضوا صوته لي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو العشرة كاملين بالقانون وضع نقطة أيضا إذا تم التأشير فقط على القائمة دون التأشير على أسماء الأشخاص الذين في القائمة في هذه الحالة وضح القانون بأنه يحسب الصوت للقائمة ولا يحسب لأعضاؤها وأيضا إذا قام بوضع التأشير على أسماء داخل القائمة دون أن يؤشر على اسم القائمة ذاتها فبهذه الحالة أيضا القانون وضح أنه يحسب الصوت للمرشحين داخل القائمة ولا يحسب للقائمة بحد ذاتها نعم أستاذ مروان في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية الآن بسبب أزمة كورونا الكثير من الناس يعيشون حياة صعبة إلى حد ما المال السياسي استغلال هذا الموقف من قبل الكثير من المرشحين كيف من الممكن مقاومة هذا الموضوع في هذه الظروف بالنسبة لكثير من الناس نعم بداية أريد أن أتحفظ على كلمة المال السياسي المال السياسي مال مقبول هو مال أسود يستخدم لأغراض غير شرعية ومخالفة للقانون المال السياسي جزء من التمويل والتمكين السياسي للأحزاب والحملات تحتاج إلى مال هذا المال إذا وضعه في الطريق الصحيفة نحن ندعمه بنأيده وهناك حملات لدعم هذه الحملات الفكرة بالقانون بالدستور الأردني وضع معيار مهم بأن يكون هناك معاقبة لمن يعبث في الانتخاب وبالقانون تم فرد عدد من أو إفراد عدد من المواد القانونية في قانون الانتخاب لما يعرف باسم جرائم الانتخاب وهذه الجرائم تبدأ العقوبة فيها من 100 دينار إلى 5000 دينار ومن شهر إلى 10 سنوات سجن من شهر سجن إلى 10 سنوات سجن هذه الجرائم الانتخابية متعددة الأوصاف والأشكال التي رسمها القانون بمعنى كل من طلب تمويل أو هدايا أو أي تهبات سواء كان مرشح أو ناخب يعني الطرفين كل من طلب يعاقب بالحبس لغاية ثلاث سنوات هذا جزء من المكافحة القانونية لعملية المال الأسود في الانتخابات والمال الذي يؤثر على الانتخابات أيضا من ضمن الجرائم الانتخابية المشهورة والمعروفة في قانون الانتخاب من يحاول التأثير على مراكز الاقتراع والفرز من يحاول العبث في صناديق الاقتراع بالتأكيد يمكن هنا مراحل كثيرة وتفاصيل كثيرة فيما يخص العملية الانتخابية مقدمة يمكن هذه لكثير من الناس الذين لا يعرفون الكثير عن هذا الموضوع شكرا لك الأستاذ المحامي مروان المعايت على وجودك معنا في هذا الصباح